السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا حبايبي يا ثالث اليوم وصلنا لنهاية الوحدة الاخيرة اللي هي حل اسئلة المراجعة طبعا يا ثالث احنا ما رح نتوقف وان شاء الله رح ضل متابعيتكم والراجع الوحدات خصوصا اللي هي الضرب والقسمة تمام طيب خلينا نحلي اسئلة المراجعة نفتح الكتاب صفحة 104 يا ثالث يلا يا مس خلينا نحل السؤال اول استطلع المعلم اراء طلبته حول احد انواع البرامج التلفزيونية المفضلة لديهم وسجل النتائج في جدوى الاشارات هاي نوع البرنامج اللي هو ثقافي رياضي وترفيهي واخباري الاشارات عددهم يشوف الثقافي 5 6 7 8 هاي ثمانية الرياضي 5 6 7 7 طلاب الترفيهي 5 5 10 11 12 12 والاخباري 5 6 7 8 طلاب رح نقوم بالاجابة عن الاسئلة الموجودة عندي اللي هي من الف با جيم دال الف ما البرنامج الذي يفضله اكبر وعدد من الطلبة اكبر عدد ايش بتلاحظ اللي بفضله اللي هو ترفيهي اللي عددهم اتناش با ما البرنامج الذي يفضله اقل وعدد من الطلبة ايش بتلاحظ اقل عدد اللي هو رياضي جيم ما عدد الطلبة الذين يفضلون البرامج الثقافية عددهم كم ثمانية ثمان طلاب طيب دال ما عدد طلبة الصف خلينا نشوف اللي هو سبعة وعشرين سبعة وعشرين زائد ثمانية اللي هي كم خمسة وثلاثين طالبا خمسة ثلاثين طالبا تمام طيب ننتقل السؤال رقم اثنين سؤال رقم اثنين سألت مربية الصف الطلبة عن النشاط الذين يرغبون في ممارسته فكانت اجابتهم هاي اجابات الطلبة اللي هي شو حكينا بنسميها المعلومات اجابات الطلبة او اللي هي ايش نتائج اللي هي نتائج انا بدي اعبي اللي هو جدوى الاشارات يلا يا را ثالث نمشي مع بعض هاي عندي رياضي وعلمي وزاي ما تعودنا اللي منحلم نشطب عشان ما نخربط رياضي علمي ثقافي ثقافي علمي علمي رياضي ثقافي علمي رياضي ثقافي ثقافي علمي علمي ثقافي ثقافي رياضي علمي علمي ثقافي ثقافي هاي انا قمت بتاعي بقات اللي هي جدوى الاشارات في عندي على الصفحة اللي بجانبها اللي هي اسئلة على الجدوى الاتي قلنا نشوف الاسئلة اللي هي صفحة مية وخمسة ثم اجيب عن الاسئلة ما عدد طلبته في الصف تمام بدي اعرف عدد طلبة الصف عشان نسهل هاي الرياضي اربعة العلمي خمس ست سبعة ثمانية زاء الثمانية والثقافي خمس ست سبعة اربعة زاء الثمانية اتناعش تمام واثنعش زاء سبعة تسع طعش اذا عددهم تسعة عشر طالبا ب ما نوع النشاط الذي يفضل واقل عددا من الطلبة ايش لاحظت هاي الجدوى الاشارات اقل نشاط بفضل الطلبة ايش الرياضي ولا العلمي ولا الثقافي الرياضي طيب جيم ما نوع النشاط الذي يفضل واكبر عدد من الطلبة نتطلع ايش النشاط اللي فضلوا اكبر عدد من الطلبة اللي هو علمي علمي دال ما نوع النشاط الذي يفضله سبعة من الطلبة ايش اللي بفضله سبعة من الطلبة اللي هو ثقافي ثقافي تمام طيب ننتقل لسؤال ثلاث ننتقل لسؤال ثلاث يمثل الجدول عدد الاشجار التي غرسها مزارع خلال ثلاث ايام هاي عندي السبت عشرين شجرة الاحد ثلاثين شجرة والاثنين ستين شجرة بدي اكمل اللوحة عشان امثل البيانات الاتية ونجيب على الاسئلة طلع هون عندي هاي فاتحيني ثالث صفحة 105 في عندي اللي هو كل شكل هاد اللي هو الشجرة بدل على عشر شجرات نجيب على السبت السبت كمن شجرة عشرين عشرين شجرة هاي طبعا انا مش تطري بالرسمي كثير هاي شجرة هاي عشرة هاي لعشرين هاي عشرين شجرة الاحد ثلاثين شجرة هاي عشرة هاي عشرة وهاي عشرين وهاي ثلاثين الاثنين ستين شجرة هاي عشرة وهاي عشرين هاي ثلاثين وهاي أربعين وهاي خمسين وهاي ستين هاي ستين شجرة طب الودي أجيب عن الأسئلة اللي هي صفحة مية وستة تمام مية وستة أضع عنوان للوحة أضع عنوان للوحة اللي هي غرس الأشجار طيب ما عدد الأشجار التي غرسها في كل يوم في كل يوم اللي هو حكى السبت السبت كم عشرين والأحد ثلاثين والاثنين ستين شجرة جيم أي الأيام غرس المزارع فيها أكثر عدد من الأشجار اللي هي كم؟ يوم إيش؟ El 2 يوم يوم الاثنين دال كم يزيد عدد غراس يوم الاثنين عن عدد غراس يوم الأحد يوم الاثنين ستين ويوم الأحد ثلاثين كم بيزيد ثلاثين شجرة ثلاثين شجرة ها ما مجموع مغرسه في الأيام الثلاثة اللي هي عشرين زائد ثلاثين زائد ستين عشرين زائد ثلاثين خمسين وخمسين زائد ستين مية وعشرة مية وعشرة طيب سؤال رقم أربعة يمثل الجدول الآتي عدد الألعاب التي باعها تاجر خلال أيام عيد الفطر باليوم الأول خمس وخمسين باليوم الثاني خمس وثلاثين وباليوم الثالث عشرين أنا بدي أكمل اللوحة حتى أمثل البيانات بالصور وبعدين منجيب على الأسئلة شوف كل دمية هاي دمية الشكل هات بدل على خمس ألعاب بدل على خمس ألعاب طيب هاي اللي هو مدام اللي هو رسم الدمية خلينا تحلوا انتو واجب لكم وحدد لكم خمس وخمسين بدك تعد مع كل دمية خمسة اللي بجانبها عشرة اللي بجانبها خمس تاش وهيكذا توصل لخمس وخمسين والثاني اللي هي خمس وثلاثين والثالث اللي هي عشرين تمام وكل دمية بدل على خمس ألعاب مباعت تمام اللي هي عليكم واجب اللي هو سؤال رقم أربعة ما اللي هي أسئلته هون طيب أسئلته أنا رح أحل لكم معناته إياها بس إنتو بلكم تمثلولي اللي هو إيش بالرسم أضع عنوان لللوحة اللي هي إيش بيع الألعاب خلال عيد الفطر هاي عنوانها تمام ما عدد الألعاب التي باعها في كل يوم باليوم الأول كم حكا خمس وخمسين باليوم الثاني اللي هو اليوم الثالث دال كم ينقص عدد ألعاب اليوم الثالث عن عدد ألعاب اليوم الأول اليوم الثالث كان عشرين واليوم الأول خمسة وخمسين بكم ينقص هاي خمسة وخمسين ناقص إيش عشرين صفر الثلاث معناته خمسة وثلاثين لعبة ها ما مجموع ما بعه في اليومين الأول والثاني حدد للأول والثاني اللي هي خمسة وخمسين زائد خمسة وثلاثين خمسة زائد خمسة اللي هي عشرة هاي واحد باليد ستة زائد ثلاث اللي هي كم تسعة معناته باع تسعين لعبة باليوم الأول والثاني وهيك ما نكون خلصنا حل أسئلتي المراجعة يا ثالث وإن شاء الله مستكونوا استفدتم وبتمنى لكم جميع التوفيق والنجاح وزي ما حكيت لكم رح أضل أبعث لكم على مجموعة الوات اللي هي مراجعات خصوصا بمسائل الضرب والقسمة ويعطيكم ألف عافية